موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة تحقيق شروط الربح من اليوتيوب فيديو مهم جدا اوعى تمشي بعيد كمل الفيديو الاخر عشان هتستفيد انا معي 5 شروط لتحقيق الربح من اليوتيوب لازم تعرف كل شرط وتتعامل مع كل شرط الموضوع مش متعلق فقط بالألف مشترك ولا بتحقيق 4000 ساعة مشاهدة اخر يلا بينا نعرف ايه هي شروط تحقيق الربح من اليوتيوب اولا او مرة واحد وهي امتثال قناتك لسياسات تحقيق الربح من اليوتيوب وركز معاك الجبلة عشان فيه اربع اقسام متعلقين بالشرط الاول امتثال قناتك لسياسات وحط تحت السياسات دي عشان خطوط امتثال قناتك لسياسات تحقيق الربح من اليوتيوب وهنا هنيكي نتكلم ايه هي سياسات تحقيق الربح من اليوتيوب خد عندك الاربع اقسام دي وركز عليهم اول قسم منهم وهو ارشادات المنتدى بينكو سين كده السياسات والامام ودي متعلقة بالمحتوى المقبول والغير مقبول على منصة اليوتيوب وانا هسيب لك رابط اسفل الفيديو عشان تعرف ايه هي ارشادات المنتدى القسم التاني القسم التاني دنود الخدمة دنود الخدمة بتتعلق بالمشاهد ومنشئ المحتوى اللي انت واحد منهم حضرتك وحضرتك وانا هسيب لك رابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف تعرف ايه هي دنود الخدمة القسم الثالث وهي خاصة بسياسات برنامج ادسنس سياسات برنامج ادسنس برنامج ادسنس مجرد ان انت بتحقق شروط تحقيق الربح من اليوتيوب اللي هم الشرط الرابع الشرط التالت والرابع اللي هو الاربع تلاف ساعة مشاهدة والالف مشترك وتربط قراتك بحساب ادسنس او برنامج ادسنس برنامج ادسنس هو مملوك لجوجل وهو خاص بتحقيق الارباح برنامج ادسنس ليه مجموعة من السياسات ايضا هسيب لك في صندوق الوصف رابط لابد ان انت تطلع على سياسات برنامج ادسنس القسم الرابع وهو ارشادات المحتوى المناسب للمعلنين ارشادات خاصة بالمحتوى المناسب للمعلمين احنا القسم الاولى نتكلمنا على ارشادات المنتدى وهي خاصة بالمحتوى المقبول والغير مقبول ايضا ارشادات المحتوى المناسب للمعلمين هي خاصة بالمحتوى المقبول والغير مقبول على منصة اليوتيوب وهنا لازم تركز ان البند ده خاص اكثر بالقنوات المفعلة للربح واللي بتظهر عليها الاعلانات وبتحقق الربح من اليوتيوب يبقى ده الشرط الاولاني في اربع اقسام لابد ان انت تعرفهم انا سيبلك اربع روابط ضربودة اسفل الفيديو لابد ان انت تتطلع عليهم الشرط التاني وهو انت بكون مقيم ببلد متوفر في برنامج شركاء اليوتيوب وجالبا ان برنامج شركاء اليوتيوب متوفر والحمد لله في جميع الدول العربية اخواننا العرب جميعا لكن في بعض الدول محزور عليهم برنامج شركاء اليوتيوب وبالتالي ما بيقدروش انه هما يحققوا الربح من اليوتيوب لعدم وجود هذا الشرط يبقى الشرط التاني اللي هو ان تكون مقيم ببلد يتوفر في برنامج شركاء اليوتيوب وانا هسيب لك رابط اسفل الفيديو عشان تعرف اذا كانت بلدك موجود فيها برنامج شركاء اليوتيوب او لا الشرط التالت وهو تحقيق 4000 ساعة مشاهدة في اخر 12 شهر وهنا لازم اتفرح يا صديقي 4000 ساعة مشاهدة تختلف عن 4000 مشاهدة كعدد كمثال بسيط هتجولك لو انت في فيديو على قناتك طوله او قدته ساعة لو الفيديو ده تمت مشاهدته 4000 مرة لو على مدى الساعة يبقى انت حققت 4000 ساعة مشاهدة لكن لو المشاهد دخل على الفيديو بتاعك وحنفترض ان كل مشاهد دخل وشاف 15 دقيقة يبقى 4000 مشاهدة من المشاهدين على الفيديو اللي قدته ساعة شافوا ربع ساعة 4000 في 15 يبقى ستين الف سانية ستين الف دقيقة هتقسمهم على الستين ثانية هيبقى انت كده حققت الف ساعة فقط يبقى العبرة بتحقيق 4000 ساعة مشاهدة وليس 4000 مشاهدة كعدد الشرط الرابع وهو خاص بتحقيق او حصولك على الف مشترك حقيقي وحط تحت حقيقي دي مليون خط يبقى لازم تعرف يا صديقي ان انت مش مفروض ان انت تجيب الف مشترك بس وقت ما تيجي تقدم قناتك عشان تربطها بحساب AdSense لا لازم تعمل حسابك فوق الالف ومحترك لان الفترة بين تقديمك لقناتك وربطها بحساب AdSense وقترة المراجعة ممكن عدد اثير من المحتركين يطير ويتلغي اذا كان غير فعال اذا كان وهمي اذا كان غير متجاوب مع قناتك وغير حقيقي الشرط الرابع مهم جدا 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 ولازم تركز فيه وانا هنا يا صديقي عايزة نبهك لحاجة اياك وشراء الاشتراكات اياك وشراء ساعات المشاهدة اليوتيوب لابد ان جميع هذه الاشتراكات والمشاهدات ان تكون مشاهدات من حسابات فعالة وحقيقية وغير وهمية الشرط الخامس والاخير وهو ان انت تربط قناتك بحساب AdSense دول خمس شروط لابد ان انت تعرفهم كويس قوي عشان تقدر تحقق الربح من اليوتيوب كل شرط من دول انا سايدلك رابط اسفل الفيديو ادخل وما تكسلش عشان تعرف ازاي انت تقدر تحقق الربح من اليوتيوب تاجendre العشاء بهذا الاش Whew اه 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 تم تلك العشاء تساعدther meading اه 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 We have been doing ثلاثة شروط وركزتهم في شرطين فقط لغير وعشان كده هتلاقي ان كي كتير من الاشتراكات عندك في الوقت الحالي بتتليجي بتتصفى ده لانها اترفضت ده لانها تم اغلاقها لانها ما اتبعتش السياسة الصح والمعلومة الصحيحة تحياتي لكم جميعا اعجابكم بالفيديو شرف لينا تعليق صغير منكم دعم لينا اشترككم بالقناة فخر لينا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته